للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رفح مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم أن تطلعنا على التطورات لديك وآخر ما لديك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نازلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغافية المختلفة بمختلف أنواعها إلى الأشقاء في قطاع غزة هذه يعني ربما المجهودات المصرية لم تتوقف منذ اليوم الأول إما عن طريق الشاحنات المليئة بالمساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية وأيضا بالطبع هذه الشاحنات التي تأتي إما عن طريق المجتمع المدني المصري أو المتبرعين المصريين أو حتى عن طريق مطار العليشة الدولية الذي يستقبل المساعدات الإغافية بشكل عام بمختلف أنواعها من 29 دولة ومن 14 منظمة بالطبع يشاركون في هذه المساعدات 75% تقريبا تصل إلى 80% من هذه المساعدات الإغافية التي تصل إلى الأشقاء في قطاع غزة هي من داخل مصر أو من الشعب المصري أو من الدولة المصرية أو من المجتمع المدني المصري نتحدث بالطبع عن أشياء من الأساسيات للدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة وهي المواد البترولية والشاحنات الخاصة بالغاز والسولار وأيضا التوجيهات كانت من الناحية المصرية بدخول عدد كبير من الشاحنات في اليوم ونظر أن الاحتياج الرئيسي لقطاع غزة وخمسمائة شاحنة يوميا هذا قبل بالطبع العدوان يعني على قطاع غزة نتحدث أيضا عن مساعي مختلفة من الدولة المصرية للوصول لوقف إطلاق نار دائم ومستدام باستضافة جميع الأطراف داخل جمهورية مصر العربية نرصد أيضا خلال الأيام السابقة منذ يومين أو ثلاثة أيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن حث دولة الاحتلال على تيسير دخول المساعدات الإنسانية المختلفة وأيضا اليونيسيف قد حذرت أن الكثير من المواطنين في شمال قطاع غزة أقفر من 700 ألف مواطن على شفير المجاعة وتوفي بالفعل حسب اليونيسيف ما يقرب من 23 طفلا من نقص الغذاء لذلك هناك يعني مساعي دولية أيضا هذه المساعي الدولية منها الضغطات المصرية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة لكن قوات الاحتلال لا تلقبان لهذه المساعي الدولية وأيضا بالإضافة لذلك تعرق الدخول هذه المساعدات بشكل طرق إلا أن المنهودات المصرية لا تتوقف معبر رفح لم يقلق بابه منذ اللحظة الأولى أمام الأشقاء في قطاع غزة والآن عود عليكم في الستوديو مرة أخرى